فلذلك اليوم أنا أرى بأن أما تكون اصطدام أسكري واضح وقوي جداً سيجرب المنطقة إلى خطر وسيهدد الأمن القذائي لأوروبا والعالم العربي خصوصاً أن مصر وسوريا ولبنان والعراق وتونس والمغرب تحديداً الدول هذه منهكة اقتصادياً لن تقوى هذه الدول على أي هزة اقتصادية قادمة بالبعد لا قدر الله الحرب بين التحالفات أو التحالفين الجديدين المعسكر الأمريكي والمعسكر الصيني الروسي فلذلك نتمنى أن يبتعد شبح الحرب على المنطقة ولكن على ما يبدو بأن هناك تعنت ومع الأسف أننا كمراقبين سياسيين أو كعرب في المنطقة سنذهب مثل ما يقولون برجلين لأن هذه حرب إقليمية كبرى بين دول لها مصالح ترجمة نانسي قنقر